ما أثر فتن الدنيا وملهياتها لقد شغلت الناس عن الحقيقة الكبرى وهي الموت وما بعده وينتبه الإنسان من غفلته حين يأتيه الموت قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وسكرة الموت غمرته وشدته التي تغشى الإنسان وتغلب على عقله وتأتيه الشياطين تحاول أن تضله ليموت على سوء الخاتمة ولا يثبت إلا من ثبته الله قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت قال الخطابي استعاذته من تخبط الشيطان عند الموت هو أن يستولي عليه الشيطان عند مفارقة الدنيا فيضله ويحول بينه وبين التوبة ويأتيه ملك الموت وأعوانه لقض روحه فأما المؤمن فتنزع روحه برفق ولين وتبشره الملائكة برحمة الله له قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أي تتنزل عليهم الملائكة عند الموت يقولون لهم لا تخافوا مما تقدمون عليه من أمر الآخرة ولا تحزنوا على ما خلفتموه من أمر الدنيا من أهل ومال فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير وأما الكافر والمنافق فتبشره الملائكة بالعذاب وتقبض روحه بشدة وعنف ولا تفتح لروحه أبواب السماء قال تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء وحين تحمل الجنازة تتكلم إما بالبشرى وإما بالحسرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق فإذا وضع في قبره جاءه الملكان ليسألاه عن ربه ودينه ونبيه فأعد للسؤال جوابا بالإيمان والعمل الصالح والثبات عليهما قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت ثم قرأ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين